مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون أهلا بكم وأضاء الله قلوبكم بنور الإيمان تأتي النصوص الكرآنية على ثلاث أنواع آيات بينات وقصص كرآني وأمثال وعبر ومن اسمها آيات بينات يعني هي الآيات التي تأتي بالأحكام الواضحة والصريحة زي عندنا أحكام الصلاة والصيام والحج والجهاد وغيرها ومين فينا ما انبهرش بالقصص الكرآني الجميل زي قصص الأنبياء والمرسلين زي سيدنا آدم وسيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وقصص الصالحين مثل قصة سيدنا لقمان وقصص الطيور والحيوانات زي قصة الفيل وقصة هدو سليمان وقصة النمل وأخيرا الأمثال والعبر يعني ايه أمثال وعبر لما يكون عندنا شيء غير محسوس غير مدي معنوي زي الإيمان زي قلوب المنافقين بنأتي بمثل مدي علشان يوضح الصورة للمؤمنين وفي هذه الآية الكريمة أول مثل في القرآن حسب ترتيب الصور وهو يتحدث عن حال المنافقين مع الإيمان فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة محسوسة عما يدور في قلوب المنافقين من تردد وحيرة وتخبط يقول الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه أن المنافقين طلبوا نور الإيمان فأقضوا النار ولما أتى نور الإيمان انصرفوا عنها ولأن الفساد في ذاتهم فقد عقبهم الله وأذهب نور الإيمان من قلوب المنافقين فمثلا إذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب وكان قومها يستعدون لتنصيب عبد الله بن أبي ملكا عليهم فانصرف كميع الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وخسر عبد الله بن أبي بن سلول الملك ولقد كان من الممكن أن يؤمن ويلتمس نورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينها كان سيخصل بإذن الله على ملك في الآخرة يفوق ملك الدنيا الفانية ولكن لأن في قلبه الدنيا وليس الدين وكان يهمه رفعة الدنيا ولا يهمه الجنة في الآخرة فقد ملأ الحقد قلبه فكان ظلمة وملأ الحسد قلبه فكان ظلمة وملأت الحصرات قلبه فكانت ظلمات وملأت الكراهية والبغضاء قلبه فكان ظلمات وملأ النفاق قلبه فكان ظلمة وملأ الكفر قلبه فكان ظلمة هذا في الدنيا فماذا في الآخرة هناك ظلمة الموت وظلمة القبر وظلمة ما بعد البعث وظلمة عذاب النار وهي ظلمات فوق ظلمات الحقيقة ده هو التفسير اللغوي اللي احنا كلنا مؤمنين به ومعتقدين به لكن لما نتحدث مع غير المؤمنين هذا التفسير لا يجدي معهم فكان لابد من تفسير آخر يتناسب مع عقليتهم فهم يعتقدون في العلم فكان التفسير العلمي لهذه الآية وفيه من الإعجاز الكثير والكثير احنا النهاردة في سنة 1441 هجريا يعني اكتر من 1400 سنة على الكرآن الكريم وبالرغم من ذلك كل يوم بيكتشف العلماء ان هذا الكرآن كلام من الله عز وجل وليس من صنع البشر درسنا في دروس العلوم ان الأجسام نوعين أجسام مضيئة بذاتها وأجسام مستضيئة وعندنا مثال على الأجسام المضيئة بذاتها الشمس والنجوم والنار والمصباح الكهربائي مثلا ضوء الشمس ده بينتج نتيجة التفاعل نووي داخل الشمس ينتج العديد من الموجات القهرومغناطسية منها ضوء الشمس وكذلك الأجسام القابلة للإشتعال زي الخشب والبترول حين تحترق ينشأ منها ضوء أما الأجسام المستضيئة فهي معتمة عندنا زي القمر والكتاب والكرسي والسؤال المهم هنا ازاي الأجسام المعتمة دي بنراها رؤية واضحة احنا بنرى صورة الأجسام المعتمة لما بينعكس الضوء عليها فيكون نورا قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فكيف لهذا القرآن المعجز أن يعلم هذه المعلومة التي لم تكتشف إلا في العصر الحديث نرجع للآية الكريمة تأمل معي أن النار هي التي أضاءت بضوئها والنار في هذه الآية الكريمة ترمز للإيمان فلما سقط ضوء الإيمان على كل شيء أضاءه فانطلق نور الإيمان إلى قلوب المؤمنين والمنافقين فآمنت قلوب المؤمنين ورأت هذا النور وزاد المؤمنين إيمانا ويقينا وتصديقا بالإسلام أما قلوب المنافقين فكانت مريضة ولم تقبل نور الإيمان المنعكس على كل شيء حوله وبالتالي ذهب الله بنور الإيمان من قلوب المنافقين وتركهم في ظلمات النفاق والكفر لا يبصرون جزاكم الله خيرا